اول ما نزل الايباد برو الجديد جتني سفسارات كثيرة عن الفرد ما بينه وما بين اجهزة الايباد الثانية في هذا الفيديو راح نعطيكم الفروقات ومقارنة ما بين الثلاث اجهزة طبعا عندنا الايباد برو 2021 عندنا الايباد اير وعندنا الايباد برو 2020 مقارنة راح تكون جدا بسيطة ومنطقية يعني ما راح نحاول نعطيكم معلومات واجد لكن لازم تعرف شي قبل ان ابدأ اجهزة الايباد برو اسعارها شوي جدا عالية فلذلك هي موجهة للمستخدمين الاحترافيين انت كمستخدم عادي مثلا تبغى تستخدم الايباد لردع الاميلات او استخدام موظف وغيرها الايباد اير افضل خيار لك سعره مناسب وكل الشغلات اللي تحتاجها تقدر تسويها بالايباد اير فما يحتاج انك تروح للايباد برو فقط عشان تردع الاميلات وتكتب ملفات اوفيس وغيرها هذه الشغلات كده تقدر تسويها هنا الايباد برو فقط انا شوفها موجه بشكل جدا كبير للناس المهتمين بالتصوير والمصممين في فترة حالية لانه راح يخدمهم بشكل جدا كبير في خدمات ثانية تقدر تسويها في الايباد برو لكنه انا وجهة نظري البسيطة انه الايباد اير هو الخيار الامثل عيب انه فقط شاشته صغيرة لكنه راح يخدمك في تعديل ملفات الافيس والاميلات وغيرها نطلع الايباد برو او الايباد اير من الصورة وخلنا نتكلم عن الوحشين هدولي الايباد برو 2021 او 2020 وايباد برو 2021 والفرق مهم بين هذي الجهازين ان الايباد برو 2021 يدعم 5G الايباد برو 2020 ما يدعم 5G هذه نقطة جدا مهمة المعالج في فرق كبير ما بين المعالج اللي هنا واللي هنا لان المعالج اللي هنا اللي موجود الM1 فهذه الفرقين الاساسيات لازم تعرفها من البداية في فرقات ثانية اللي هي الشاشة نوع الشاشة فشاشة الايباد برو 2021 تفرق عن 2020 ايضا دعم Thunderbolt 4 فعندك Thunderbolt هنا مدعوم فانت تقدر تشبك بالشاشة وتستخدم الايباد مع شاشة خارجية زي ما صورنا سابقا وبوريكم بعد شوي فيديو كيف انه انت تشبك بالايباد على اي شاشة وتقدر تستخدم الايباد بكل اريحية فهذا راح يكون جدا مفيد للمصورين وصناع المحتوى اللي يمنتجون بالايباد انه انت تقدر تشبك الايباد على شاشة خارجية وتعالج الصورة بالايباد وتشوفها على شاشة خارجية بشكل سلس وبسيط تقريبا هذه ابرز الفروقات ما بين الجهازين اجمالا الجهازة اجهزة الايباد برو اشوفها انها موجهة للناس اللي استخداماتهم مختلفة عن الاستخدام العادي المصورين المصممين ايضا المتطورين اللي يستخدموا الايبادات في شغلات مختلفة هذه راح تفيدكم لكن البقية خلوكم مع الايباد اير سؤال وصلني هل راح تقدر تستخدم الماجيكي بورد الجديد على اجهزة الايباد القديمة من تجربة بسيطة اي نعم انا جربتها وركب معي وتقدر استخدمها والامر ينطبق ايضا مع الايباد الجديد واستخدامه مع الماجيكي بورد القديم فكلهم تقدر تستخدمهم بكل اريحية فانت لو ناوي تشتري تقدر تشتري الكي بورد الجديد لانه لونه مميز او تقدر تاخذ القديم سعر راح يكون ارخص وافضل خصوص الفرق بالشاشة ما بين اجهزة الايباد الفرق صراحة كبير للايباد برو 2021 لكن للأسف الفرق هذا مو واضح في كاميرا سناب شات للاسف لانه الفرق واضح فقط في العين المجردة طبعا الايباد برو والايباد الاير طفة لكن فقط اللي شغال الحين الايباد برو 2021 وايباد برو 2020 طبعا الفرق مو واضح في كاميرا سناب شات فقط بالعين انت تقدر تشوفه وتشوف الفرق ميزة موجودة في العيباد برو 2021 لك تقدر توصل العيباد على الشاشة الخارجية وهذا راح يخدم شكل جدا كبير المصممين أو المصورين لأنه أي تعديل أنت تتسوي على الصورة راح تقدر تلاحظه أو تشوفه بشكل أوضح على الشاشة زي ما واضح قدامكم فأنت لو عدلت مثلا الألوان أو عدلت مثلا أي شيء بيكون واضح بشكل جدا كبير على الشاشة الخارجية بشكل أكبر من شاشة العيباد فأنت تقدر تعدل الصور وتشوفه بشكل أوضح على الشاشة الخارجية